شكبالا كعدته قائد كبير جدا جدا ومهم جدا وكيما كبيرة في نادي الزمالك كان كلمة السر في عملية الصلح اللي حصلت ما بين محمود علاء وكابتن مدحة عبدالهادي والجهاز الفني بالكامل بقائدة أسوريو شكبالا نجح في تقريب وجهات النظر بين الطرفين والصلح بينهما وشارك محمود علاء النهاردة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي جدا اعتذر لأسوريو اعتذر لمدحة عبدالهادي وكل الجهاز المعاون وسوريو قبل اعتذار محمود علاء وده زي ما الفرضنا أمس بتفاصيله بالزبط يعني انه النهاردة محمود علاء هيعتذر والمشكلة هتخلص طيب خلال الساعات اللي فاتت كابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة مع أحمد فتوح عشان يبدأ معاه التفاوض حول تجديد عقده مع الفريق وعشان يعرف كمان شروطه للتجديد فتوح طلب في الجلسة الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة إلى جانب المساواة بالفئة الأولى في الفريق وتقديره ماليا ده الحاجات العادية أهم حاجة في هذه الجلسة أنه تسأل فتوح أنت وقعت للنادي الأهلي يا فتوح أنت وقعت للنادي الأهلي فكان رد اللاعب أنا ما وقعتش للأهلي والأولوية عندي حتى هذه اللحظة البقاء في نادي الزمالك أهو تاني فتوح تسأل في هذه الجلسة اللي كان بيعرض فيها طلباته لتجديد التعاقد هل أنت وقعت صحيح للنادي الأهلي فأحمد فتوح قال لأ ما وقعتش للنادي الأهلي ومستمر أول أولوية بالنسبة للإستمرار مع نادي الزمالك موسيقى